إيه اللي من وقع الخبرة يعني بقلنا سنين من ساعة ما اتعمل أول ترخيص لمعهد قاس أظن بقلنا يجي 30 31 سنة دلوقتي من وقع الخبرة فان إيه اللي بيخلي ولي أمر وطالب يقعوا في الفخ ده يعني الصنارة دي بتطعم إيه الطعم طبعا هو زي ما قلت الحضرت مع أنه قدامه المعتمد هو برضو الطالب مجابش مجموع يدرس مثلا إعلام يدرس طمريد يدرس سياحة من عجل حد 50% ماشي فبيروح للمكان دوت الإعلانات بتبقى برقة قوي قوي يعني وطالب يروح هناك وفاجأ أنها شقة عبارة عن شقة ومش مكان والطالب أنا أعتقد برضو معليش برضو في الطالب بعرف أن ده مكان مش معتمل أنا يعني أما الطالبة بتجي لنا بقولي يا ابني طب أنت قدمت في التنسيق ولي قدمت في التنسيق طب ما كملتش ليه في التنسيق يا ابني في المعهد اللي جالك أو الكلية اللي جات لك وقالوا أستنى روحت بقى لقيت أنك الدراسة سهلة وقالوا لي أنت هتقعد سنتين وهتطلع تشتغل وهنوفر لك فرصة عمل والكلام ده يعني الطالب وليه الأمر أعتقد بيبقوا عارفين أن ده كيان واحد فيريك محدش يقدم في هذه الكيانات الوهمية إحنا بنعاني من هذا الأمر وبعدين الطالب يجي لي بيبص عبان علي ضيع من عمره سنة ولا اتنين ويجي فاجأ أنه صرف فلوس وضيع من عمره وفي نفس الوقت ما بيأخدش شهادة يعني أن الحقيقة بالنسبة لي المضابي بقى غريب جدا لأنه أنا عارف ومتأكد أنه هناك بعض من الأسر أباء وأمهات ممكن يبيع اللي وراه وليه قدامه علشان يعلم العياة طبعا طبعا أولا التعليم ده فيه ناس كتير جدا ممكن تبيع اللي وراه ده مشان تعلم يعلم لأنه ده اللي يصمر في القول في البشر وده احنا طبعا احنا شعب مصر بنحب التعليم كلنا فما نضيعش عمرنا وبعدين الدولة ما سابقت لكش حاجة كل أنواع التعليم موجودة انت ليه تروح لأماكن زي كده زي الطالب اللي بسافر بار انت ليه ما انت بتسافر ما انت عندك انت عاود تدرس ايه كل حاجة موجودة يعني احنا عندنا النهاردة ما فيش أي أنواع التعليم موجودة في مصر وانت حضرت ممكن بالفاصل بتتكلم أما قابلت الطلبة في لندن تنس يدين النبي